بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الطلاب والطالبات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله تعالى وبياكم وأهلا وسهلا بكم معنا في هذا الدرس المتعلق بالتفسير ونازلت وإياكم مع سورة الأعراف هذه السورة العظيمة التي هي طول الطليين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معنا آيات كريمات من هذه السورة سأقف وإياكم عليها بإذن الله تعالى أتلوها على مسامعكم نبين بإذن الله تعالى شيئا من معانيها ونستنبط وإياكم بعض الفوائد والأحكام فكونوا معي بارك الله فيكم إذن على بركة الله أيها الطلاب والطالبات معنا الآية الرابعة والأربعين حتى الآية السادسة والأربعين من هذه السورة المباركة نقف وإياكم قبل الدخول في درسنا على أبرز وأهم الأهداف المرسومة لدرسنا عندنا أول هدف أن يتلوى الطالب الآيات بإتقان وهذا مهم جدا في بناء الفهم للآيات فلا بد من أن تكون التلاوة صحيحة حتى يمكن للطالب والطالبة أن يفهم كلام الله سبحانه وتعالى أيضا من الأهداف أن يتعلم الطالب تفسير الآيات فتعلم التفسير إنما يكون بالتأمل والنظر في الآيات وكذلك فهم المعاني وهذا يقود الطالب بإذن الله تعالى إلى الفهم العام للآيات الكريمات ومن ثم يأتي إلى الهدف الثالث وهو أن يستنبط الطالب أهم وأبرز أبرز الفوائد والأحكام من الآيات التي معنا إذن هذه أبرز وأهم الأهداف المرسومة لدرسنا آتي وإياكم أيها الطلاب لهذا المدخل وهذا التمهيد والتوطئة للدخول وإياكم في صلب هذا الدرس والدخول إلى جو هذا الدرس الممتع بإذن الله تعالى هنا ما مناسبة هذه الآيات لما قبلها فالمناسبات مهمة جدا والربط من الآيات في غاية الأهمية حتى يكون للسورة الموضوع المتكامل والذي يعطي الفهم الكامل لجميع آيات هذه السورة هنا الجواب لما ذكر الله في الآيات السابقة ما أعده من العذاب للمستكبرين المكذبين وما أعده للمؤمنين الموحدين وفي هذه الآيات يذكر الله تعالى ما يحصل بين أهل الجنة وأهل النار إذا دخلوها ففيها أي في الآيات التي معنا مزيد بشارة للمؤمنين ومزيد تهديد للمكذبين إذن الرابط هو التأكيد على البشارة للمؤمنين والتأكيد على التهديد للكافرين في الآيات التي معنا نأتي وإياكم أيها الطلاب والطالبات للوقوف على هذه الآيات أتلوها على مسامعكم ومن ثم بإذن الله تعالى أقفوا أيهاكم على أبرز وأهم معاني الكلمات التي معنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون إذن أيها الطلاب والطالبات استمعنا بحمد الله تعالى للآيات الكلمات التي معنا واقفوا إياكم على أغرز معاني الكلمات أول كلمة في الآيات التي معنا قوله جل وعلا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا أي وعدنا على الإيمان والعمر الصالح الجنة في قوله فأذن مؤذن من مراد بهذه الجملة؟ أي نادى مناد فأذن مؤذن يعني نادى مناد في قوله سبحانه وتعالى وهم بالآخرة كافرون أي جاحدون مكذبون بالدار الآخرة في قوله وعلى الأعراف ما المراد بالأعراف؟ وهو اسم هذه السورة التي معنا جمع عرف الأعراف جمع عرف وهو السوء أو أماكن مرتفعة فيه إذن الأعراف جمع عرف وهي كما بينا السور أو الأماكن المرتفعة في هذا السور في قوله جل وعلا كلا بسيماهم ما هي السيما؟ السيما العلامات أي علاماتهم وهي بياض وجوه المؤمنين وسواد وجوه الكافرين كما قال جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه هذا ما يتعلق أيها الطلاب والطالبات ببيان معاني بعض الكلمات التي معنا ننتقل أيها الطلاب والطالبات للوقوف على موضوع الآيات التي معنا نجد أن الموضوع المناسب الذي يمكن أن نختاره موضوعا للآيات هو محاورة بين السعداء والأشقية أو تقول بين الأهل الإيمان والكفار فأي معنى يصب في هذا المحور والموضوع فهو مناسب المقصود أن تختار الموضوع الملائم المناسب للآيات التي معنا أيها الطلاب بعد هذا نأتي وإياكم إلى مزيد من بيان معنى الكلمات عندنا قول الله تعالى فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ما معنى هذا السؤال أيها الطلاب والطالبات نعم معناه من النار وما فيها من العذاب هذا معنى هذه الجملة في قوله تعالى لعنة الله ما المراد بهذه الكلمة المراد باللعن هو طردهم عن رحمة الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا يبغونها عوجا ما المراد بهذه الجملة أحسنتم أي أنها مائلة غير مستقيمة فالعوج هو المائل عن الطريق المستقيم بعد هذا أيها الطلاب نأتي إلى هذا النشاط راجع سورة الحديث الآية الثالثة عسرة واستخرج معنى الحجاب ثم دونه هنا الآية في هذه السورة قوله جل وعلا سور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فهذا هو السورة الذي يضرب بين أهل النفاق وأهل الإيمان بعد هذا أيها الطلاب والطالبات نأتي إلى أمرز الفوائد والأحكام المستنبطة من هذه الآيات نأتي إلى أول الفوائد من هذه الآيات أصحاب الأعراف أيها الطلاب والطالبات قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فحبسوا على الأعراف حتى يقضي الله جل وعلا فيهم كما قال سبحانه وتعالى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم نأتي أيضا إلى فائدة أخرى من الفوائد المستنبطة من هذه الآيات إن قوله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار هو نداء تقريع وتوبيخ والعذاب النفسي أيها الطلاب والطالبات لا يقل أثرا عن العذاب البدني بل هو أعظم لأن هذا النداء من أهل الجنة لأهل النار يوجعهم ويؤلموا نفوسهم لأنهم كذبوا الله ورسوله وكفروا به فاستحقوا العذاب وأهل الجنة في نعيم مقيم بفضل الله سبحانه وتعالى نأتي أيها الطلاب أيضا إلى مزيد من الفوائد والأحكام المستنبطة من هذه الآيات هنا اعتراف الكفار بالوعد الحق يوم القيامة لا ينفع ولا يجدي لأن هذا المقام ليس مقام ندم وهنا لا ينفعهم أن يندموا وهم يتمنون الرجوع والله تعالى قلوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون فالأولى أن يكون الندم في هذه الدنيا في دار العمل أما في دار الآخرة فلا يمكن أبدا ولا ينفعهم ذلك الندم ولا يجدي لهم شيئا أيضا من الفوائد هنا أيها الطلاب والطالبات كل إنسان يجاز بعمله كل إنسان يجاز بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فالجزاء من جنس العمل نأتي أيها الطلاب والطالبات إلى أيضا مزيدا من الفوائد المستنبطة والأحكام من الآيات التي معنا وهذه الفائدة أن بين أصحاب النار وأصحاب الجنة حجابا يشرف على الدارين وينظر الذين عليه أهل الجنة وأهل النار فيعرفون المؤمنين من الكفار بعلاماتهم أي بسماهم فلكل منهم علامات يعرف بها وهذا من الفوائد المستنبطة من الآيات التي معنا أيضا أيها الطلاب والطالبات من الفوائد المستنبطة أن أصحاب الأعراف يحبسون على سور بين الجنة والنار ثم تسعهم رحمة الله بعد تطهيرهم من الذنوب كما قال تعالى عسى الله أن يتوب عليهم فهنا بيّن جل وعلا أنه يتوب عليهم لأن عسى في كتاب الله تعالى واجبة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما نأتي أيها الطلاب والطالبات أيضا إلى مزيد من الفوائد المستنبطة من الآيات التي معنا ومع هذه الفائدة الإكثار من الطاعات والتقليل من السيئات سبب الفلاح فأكثر أيها الطالب وأكثر أيها الطالبة من الطاعات والنحذر والنقل البل والندع المعاصي والسيئات حتى بإذن الله تعالى نحظى بالفلاح وهو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب أيضا أيها الطلاب والطالبات من الفوائد الحث على العمل الصالح وعدم احتقاره ولو قل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فلا تحقرن شيئا من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق فالأعمال ولو كانت يسيرة عند الله عظيمة فأبذل واضرب في كل باب من أبواب الخير بسهم حتى تحظى بالأجر من عند الله سبحانه وتعالى أيضا هنا أيها الطلاب والطالبات نأتي لهذا النشاط الذي يصب في معاني الآيات التي معنا قارن بين معنى الظلم الوارد في الآيات وبين ما ورد في سورة لقمان في قول الله سبحانه وتعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الظلم في هذه السورة يقصد به الصد عن دين الله والإعراض عنه ويجادلون في دين الله بحثا عن النقص فيه هذا الظلم الوارد في الآيات التي معنا أما في سورة لقمان فالمقصود به الشرك بالله جل وعلا كما قال سبحانه إن الشرك لظلم عظيم فبينا جل وعلا هذا الظلم وأن أشنع وأقبح أنواع الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى وكذلك الظلم الظلم الآخرين أو المجادلة في دين الله والإعراض عن دين الله كل هذا من الظلم الذي حرمه الله تعالى ونهى عنه نأتي أيها الطلاب بعد هذا إلى ختام درسنا بعد أن وقفت وإياكم على هذه الآيات تلونها على مسامعكم بينا شيئا من معانيها وكذلك أيضا أيها الطلاب والطالبات وقفنا على أبرز وأهم الفوائد والأحكام من هذه الآيات والذي ينبغي لكم أيها الطلاب والطالبات أن تأملوا في الآيات وأن تستخرجوا مزيدا من الفوائد لأن كتاب الله تعالى معن لا ينضب وفيه من الحكم والفوائد والأحكام ما ينبغي لأهل الإيمان أن يمعنوا النظر ويتأملوا حتى يقفوا على هذه المعاني لأنه كما قال علي رضي الله عنه لا تشبعوا منه العلماء ولا يخلقوا عن الرد الكثير بل كلما قرأته كلما زدت فيه معاني جليلة وأحكام مفيدة فتأملوا أيها الطلاب والطالبات وتدبروا كلام الله سبحانه وتعالى ختاما أيها الطلاب والطالبات أشكر لكم طيب المشاهدة وحسن المتابعة ألقاكم على خير بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته